شكراً على الاستضافة أول مقابلة بعملها مع الإعلام الإسرائيلي هذا لا يعتبر عمالي إنما يعتبر انفتاح يتساءلون لماذا أقول علي الملك سلمان ملكنا لكل من يخالفني الرأي ويقول رئيسي ميشيل عونة أقول له أنني تحررت من لبنانية والسعودية زعيمة هذا العالم هذه إحدى تغريدات الإعلامية ماريا معلوف على منصة إكسا والتي أثارت عاصفة من غضب الجمهور اللبنانية الذي اعتبر ما قالته الإعلامية تنصلاً من أصولها اللبنانية وتزلفاً لدولة أخرى هي المملكة العربية السعودية على حساب وطنها الأمة لكن هذه لم تكن الأزمة الأولى لرائدة إثارة الجدل الإعلامي العربي الإعلامية ماريا معلوف فقد تعمدت ماريا معلوف استفزاز مشاعر كل العرب عن طريق السباحة وحيدة ضد التيار العام من مشاعر الكراهية ضد الكيان الصيوني المحتلة فظهرت ماريا خلال مشاركتها في مؤتمر عبري بأمريكا أقمه اتحاد المسيحيون من أجل إسرائيل وهي إحدى المنظمات الصيونية في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من علامات الاستفهام تشكلت حول مشاركة ماريا معلوف في مؤتمر تابع لمنظمة الصيونية ليس ذلك فحسب ولكنها أيضاً ظهرت في نهاية المؤتمر وهي تحمل العلم الإسرائيلي وترقص به وهي تغني أغنية بالعبرية ما تم اعتباره تجاوزاً للحد الأقصى لاستفزاز المشاعر العربية لم يكن ظهور ماريا بهذا الشكل إلا تحدياً صريحاً للعداوة التاريخية بين العرب وإسرائيل فلم يكن ذلك الموقف هو الوحيد من نوعه الذي تظهر فيه ماريا تعاطفها العلنية مع الكيان المحتلة فهي إحدى أشهر الشخصيات العربية الداعمة لسياسات التطبيع مع العدو الصيونية وعتادت الظهور في لقاءات تلفزيونية على عدد من القنوات الإسرائيلية كما اعتادت المشاركة في المؤتمرات الداعية للتطبيع على صعيد آخر فلم تواجه تصرفات ماريا المتنصلة من انتمائها والموالية لكيان محتل عند موجات الغضب الجماهيرية لكنها تمت مواجهتها بإجراءات ردع رسمية فقد تم تحرير دعوة قضائية لدى النيابة العسكرية في بيروت ضد الإعلامية ماريا معلوفة تتهمها بالخيانة العظمى بسبب موالاتها لإسرائيل ولم ترد ماريا على هذه الدعوة القضائية بأكثر من تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بمنصة X وقالت فيها كلما أدعو على مرتزقة حزب الله تأكدت أنني على حق وبشكل يوحي بغيابها عن الواقع أو بتعمدها التدليس والتزييف أضافت ماريا قائلة أن إسرائيل أثبتت للعالم كله أنها لم تعد عدوا للبنان وكأن ماريا لا تتابع نشرات الأخبار التي تعرض بشكل يومي عشرات الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق مدنيين في أكثر من بقعة عربية وكأنها لا تتابع الحركات الدولية التي تدين سياسات إسرائيل لدرجة التظاهر ضدها في شوارع غير عربية وتحرير القضايا ضد هذا الكيان في ساحات المحاكم الدولية لكن عموما يفهم الجميع الدوافع التي تتحرك من خلالها ماريا كما يعرف الجميع المكان الذي يلفظ التاريخ إليه كل من خانوا أوطانهم